ممكن أسأل إجلس وقت بينكم باطمان سأل لكم زمن ذعلاني من بعض لا أبدا حاشا لكن مكان أظهر هناه وقت صغير إن أنا أقدر أتضع فيه هاته تدعون هذه شنو يتويا من الكويت هذه علامة باطمان اللي فعلتها كويت ابس من خشب NDF بس خشب لا أريد مكان أضعه لكن هذا شيء إن شاء الله ستغير معيد معيد قريب يعطيكم الصح والعافية معكم أحمد بوريكي حلقة الأسئلة والأجوبة الرقم 14 على التوالي ورقم 2 على التوالي حق الإنستغرام إن شاء الله هذه العادة ما تتغير وراح نجاوب على أسئلة عشوائية ما بين إنستغرام وما بين يوتيوب فيك كم سؤال حلو وأيد على الإنستغرام وخمبل شبه السؤال على طول يعطيك العافية أحمد بدي أسئلك شنو نصيحتك لشخص يريد أن يفتح قناة باليوتيوب يسوي محتوى مراجعة الهواتف لكن دخل محدود وقليل نوعا ما ولا يكفي المراجعة كمية الهواتف لكن يريد أن يدخل بهذا المجال لأنه يحب هذا المجال وشكرا كثيرا متابعك من فلسطين أول شيء عسى الله يفقعكم يا رب العالمين ينصركم بإذن الرحمن واللهما آمين وثاني شيء ما تحتاج أن يكون أنت عندك تليفونات عشان تقدر تبلش تصناع محتوى MKBHD نقدر نقول واحد من أكبر صناع المحتوى في عالم التقني إذا أقوى صانع محتوى في عالم التقني قد بلش بدون لا يكون عنده أي شيء يعني فيديوه الأول كان قاعد تكلم عن ريموت اللابتوب ما له من كاميرات اللابتوب أدري أنه في زمن مختلفة الآن أدري أنه في نوع من أنه لازم أنا أحس أنه عندي منتجات الأغلى عشان أقدر أبلش هذا كلام غير صحيح نهائيا صور من تليفونك ونزل محتوى تكلم عن رأيك عن الإعلانات الرسمية على سبيل المثال تكلم عن رأيك عن الأجهزة اللي انزلت على سبيل المثال تكلم عن رأيك عن التقنيين اللي موجودين ولي عندهم حسابات وقاعد تكلمون عن هذه الأجهزة تتفق مع أحمد بعركي ما أتفق مع صلاح حامد إلى آخره ورح يصير عندك صوتك ورح يصير عندك مجالك ورح يكون عندك ذي جساعة أرقام وذي جساعة الشركات رح تتواصل معاك وتقدر تحصر التليفونات إلى آخره بس لا تنطر أن التليفونات توصلك عشان أنت تقدر تبلش تصنع محتوى وأهم النصيحة لا تقلد أي أحد علشان أنت تبلش تصنع محتوى لا تقلدني لا تقلد ياحيا لا تقلد صلاح لا تقلد فيصل إلى آخره أنت عطنا شنو أنت عندك وعشان نعرف منه محمد لازم أنت تكون على شخصيتك وحط الله فوقك دائماً وأبداً رح تلقى أنك إن شاء الله رح تكون ناجح متل ستصبح جودة التطبيقات على أندرويد نفس اللي موجودة على الـ IOS أتوقع هذا الشيء ما لا علاقة بفترة زمنية كثير من أنها لا علاقة بالسياسة التي تتعامل فيها شركة جوجل ممكن أن نرى تطبيقات أندرويد تصبح أفضل مع أي إصدار من أندرويد اللي يجد دام إذا جوجل حطت أن الشروط الموجودة حق التطبيقات أن تتطابق معايير معينة تتحسن الجودة بشكل عام فما لا علاقة بالفترة زمنية لا علاقة بالسياسة مات الشركة لو خيروك بين فلاكشب قديم و هاتف متوسط جديد مثلاً أوبورينو 5 أو الميت 20 برو أولاً الميت 20 برو راح يلتحديث عشان يشتغل على هارمي يواس ما أنت راح تذكيت حزمة جوجل فأوبورينو 5 بس بشكل عام تاخد تليفون متوسط جديد أو تليفون رائد قديم أخذ تليفون متوسط جديد لأن العتاد نفسه راح يستمر عليه دعم مدة أطول من فلاكشب القديم لطالما كان قبل سنة 2021 وأقولك هذا شيء لأن الشركات الأغلب نقدر نقل 90 بليمية منهم صراحوا أنهم راح يدعمون تليفوناتهم ثلاث سنين لجدام من ناحية التحديثات فهذه الساعة ممكن تكون صفقة بالنسبة لك سنة لقائية أن تشتري جالكسي اس 21 أوترا لأن سعره راح يكون متدني بس بنفس الوقت راح يعطيك أداء ممتاز وتحديثات لجدام بعدتكم مستمرة أكثر من أن اليوم مثلاً تقولي والله بروح يشتري جالكسي اس 10 بلس كثير بقية من ناحية الساكل حق التحديثات لكي تستفيد منه أقولك لا والله بروح يخذي الأي 72 أو الأي 52 من سامسونج اللي نزل هالسنة عندنا السؤال متى تيجي شركة بعظمة شركة أبل موسى تعصبي على فكرة سؤال منطقي أقصد متى راح تيجي شركة تعمل تأثير وتغيير وتمشي بالسوق على كيفها نفس ما سوت شركة أبل أو بعبارة أخرى متى راح تنتهي أسطورة أبل وإدارتها لكل شيء سؤالك وايد عجبني تدري ليش؟ لأن فعلا شركة أبل من غير أي تعصب أين كان لها تأثير وايد كبير على السوق وتوجهه إزالة منفة 3.5 ملي، القذلة، إزالة الشاحة من العلبة إلى آخره هذه لكل أمور لو تأخذين تبعاً اعتبار تستوعب كثير تأثير شركة أبل على السوق بالذات الآن مع الـ M1 Chips والـ S.O.C وتوجه هنا نشوف أن الشركات تصنع الـ S.O.C الخاصة فيها عشان تحط لك إياها باللابتوبات أو بالكمبيوترات المحمولة هذا بحد ذات يبينك كيف كثير شركات أبل لها تأثير وايد كبير للأمانة ما أدري متى راح نبين أنه في شركة موجودة حالياً أنه إيها تقدر تسوي اللي سويتها أبل أو شركة يديدة إلى الآن ما طلعت ممكن تسوي اللي تسوي أبل بس بجميع الحالات بجميع الحالات في كل زمان وما كان في عندنا شركة نفس شركات أبل ولابد في بداية ونهاية حق كل شيء أنا ما أقول أن شركة أبل راح تنتهي بس أنا أقول تأثير شركة أبل راح يقل يجد دام لما نشوف أن الشركات الثانية ممكن تبدع بلي تعطيك إياها شركة أبل ودليل على هذا الكلام أنه في زمن من زمانات شركة نوكي كانت في المقدمة سنين وابنين فوق العشر سنين شركة نوكي كانت في المقدمة وما أحد كان ممكن يتخيل أن شركة نوكي يصير فيها اللي صار فيها فمتوقع أنه ما أحد يتوقع أن شركة أبل يصير فيها نفس مصير نوكي ما أتمنى هذا الشيء لكن هذا الشيء وارد في عالم التقنية أنه ممكن تشطح شركة معينة بشيء معين وتأثيرها يصير أهوال إيجابي على السوكة كل هل يقدر هاتف متوسط مع تطبيق جي كام أنه ينافس هواتف رائدة من نحو التصوير نسبياً إي نعم إي نعم إي نعم أقدر يبلك تلفون عليه أندرويد جو وتحط عليه جي كام سيعطيك تصوير إيضاهي تلفونات اللي تكون من فئة رائدة جزء وايدي كبير من تجربة المستخدم على الكاميرا هي الذكاء الاصطناعي أو البرمجيات اللي موجودة تكون على تطبيق الكاميرا نفسه فإنت لما يكون عندك تلفون البصريات العالية جداً ممتازة بس البرمجيات مالتها سيئة طبيعي جداً أن التلفون لو كانت على بصريات سيئة بس البرمجيات عالية سيعطيك تصوير أفضل ممكن نشوف أبل تهتم بالفئة المتوسطة اهتمام شركة أبل بالفئة المتوسطة متواجد بس طريقة مختلفة اللي تسوي شركة أبل لأنها عندها هذه الإمكانية أن التلفونات اللي تكون نزلت السنة اللي فاتت هي التلفونات الرائدة اللي كانت بغلها ثمانها تنزلك من سعرها وتسويها حق السنة اللي وراها فيصر عندك أنت لين اوب من شركة أبل أو أجهزة فئات معينة من شركة أبل اللي يميزها وهو مو فئة التلفون من ناحية كثر أداء التلفون لا هو السعر فهنية أنت تقدر تقول أن فئة متوسطة مع شركة أبل اليوم أنك تستثمر مثلا بالآيفون 11 أو بالآيفون 10R وهذه التلفونات لما نزلوا كانت تعد من تلفونات الفئة الرائدة وهذا الشي لأن شركة أبل تقدر أنها هي تسويه بسبب أنها تقدر تعطيك تحديثات خمس سنين لجدهم فاليوم لو أحد يشتري الآيفون 10S أو الآيفون 10R على سبيل المثال يدري أنها سيحصل على الأقل بعد ثلاث سنين لجدهم من ناحية تحديثات الهوائية بسعر يكون مخفض فسدده قارب أو نسبة وتناسب من ناحية كثرة أنت ممكن تحصل من التلفون كاستخدام شخصي على فترة معينة والقيمة لأنت دفعتها يحدد من تلفونات الفئة المتوسطة بسؤالك واضح هل أبل ممكن تنزل هذه السنة مثلا على سنة 2021 تلفون من أول ما ينزل يكون مواجه للفئة المتوسطة هذا ليس سويته مع الآيفون 12 والآيفون 12 mini سنة اللي فاتت أو حتى الآيفون 11 والآيفون SE سنة اللي فاتت وهو التلفون يكون سعراً نسبياً أقل بمواصفات أقل من اللي أعلى أو فئة العليا وهما اللي برو على سبيل المثال فتقدر تقول هذي هم بعض التلفونات من فئة المتوسطة سلام عليكم، السؤال ممكن ما لا داعي بس شريت الآيماك الأزرق ولا الأصفر؟ والله ما شريت لا الأزرق ولا الأصفر وجزء وايدي كبير كنت ناطر مؤتمر DBDC عشان نشوف إذا راح يعلنون عن أجهزة يديدة وتكون مواجهة حق البروفيشنال للناس اللي تشتغل برو وليل الحين ما شريت ولا أتخذت القرار أن أنا راح أخذ ولا لأ جزء وايدي كبير أنا أستعمل الماك علشان المونتاج فما بيأخذ جهاز أدري أن أداء يكون نسبياً نفس اللي موجود عندي الحين أبي أداء أفضل وأنا اللي عندي أداء جداً عالي من أنتل Core i9 64 رام على 8V رام حق الغرافيكس فالأداء اللي أنا قاعد أحصلها من اللابتوب اليوم نفس M1 اللي موجودة الحين فمو قاعد أسوي أبغريد كثير ما أنا قاعد أستعمل نفس المستوى أبي أسوي أبغريد فبنطر معالجات ليديدة لماذا تغريباً معظم التقنيين معجبين بهاتف جوجل بيكسل وأتحمسهم له كل سنة وهل سبب النظام الخام أو أنه منافس الأول لشركة أبل أم الهاتف متكامل أم ماذا؟ سؤالك وايد وايد حلو أنا شخصياً دائماً أتحمس حق تلفونات الجوجل بيكسل لأنه كنت أحب تلفونات جوجل نكسس وجزء وايد كبير هي لأن تجربة المستخدم كانت بالنسبة لي ولا أرواح أنا ممن محبين أندرويد خام ولي يعطيني أندرويد خام بالنسبة لي أكثر من كافية أنا أحصل تجربة مستخدم ممتازة أنا أفضل أنك أنت تعطيني الشيء فاضي وأنا أحط لي أحتاجه بدلاً من أنت تعطيني الشغلة تكون متروسة وأنا لازم أشيله لما أحتاجه وهذا اللي أنت عادة تحصله بالكستوم سكين أو واجهة المستخدم اللي تكون مبنية على نظام تشغيله مع الأندرويد إن كانت من سامسونج فيفو شاومي وون بلس إلى آخره بس أندرويد خام دائماً أداءه سلس لأن الشركة اللي قاعدة تسوي هذا التليفون هي الشركة اللي سويت النظام التشغيل وثاني شيء لأنه فعلياً وبالذات بسنة 2021 راح تكون أول سنة فعلياً تنافس شركة أبا على صعيد هاردوير، سوفتوير، سيرفزز وجهاز كامل متكامل من ناحية أن تقدر تقول هذا فعلياً أول جهاز ينافس الآيفون من ناحية فنياً شنون الممكنية على الجهاز والخدمات اللي أنت ممكن تحصلها معاه وكيد هم بعد ما ننسى كاميرات القوية أحمد يعطيك ألف عافية يا رب أجمعين لماذا مقاومة المياه تكون محدودة بوقت معمق معين أخوك من فلسطين تلت تحية والاحترام لك حبيبي زاك الله خير واخونا كلهم في فلسطين لأنه إذا التليفون خليته فترة معينة من الزمن وصار فيه شيء ما تقدر تيت حاسب الشركة أو تقاضي الشركة على المعيار اللي هي حطت لكياه المعيار اللي هم يعطون كياه هذا يكون أقل شيء يدرون أن أي واحد يستعمل التليفون بهذه الطريقة أنه ما رح يصير فيه شيء بس ناس وايد أثبتت بهذا الشيء وش يقدر تشوف فيديوهات باليوتيوب كدليل على كلامي أنه ممكن أنك أنت تستعمل التليفون بمعيار IP68 تحت الماء بعمق أكثر مدة أطول بدون لا يصير فيه شيء التليفون بس كالشركة ما تقدر تقول لك أنه أروح سوى هذا الشيء لأنه فيه ليابيليتي وايدي كبير أو مسؤولية تجاه المنتج أو مسؤولية تجاه العميل في حال إذا المنتج اخترب كسمعة الشركة إنها لازم تتصرف فيقول لك أن المدة الزمنية هالكثر العمق هذا يدرون أن التليفون على الأقل 99.99% ما رح يصير فيه شيء فهذا شيء يقدرون هم يسوونه هذه فقرة أسألتنا حق هذا الأسبوع مشكورين على الأسئلة وهذا الفيديو مرة ثانية رح ينزل على إنستغرام ورح ينزل على اليوتيوب حطوا أسألتكم تحت تجاوب عليه أسبوع لياي ومشكورين حق كل من كان بس قاعد يدعي أو يقول لي أحمد إحنا ندعمك أحمد إحنا نحبك وبالذات لنا فيديو اللطاف أنا كيتطالب منكم أن تتابعون أم عبد الوهاب مشكورين حق كل من تابع حساب أم عبد الوهاب وإذا أنت لايحم مهتم أن تتابع حساب ومعبد الوهاب الرابط ما لها رح يكون موجود تحت على الإنستغرام رح تستوعبون ليش أنا قاعد أروج حق هذا الحساب لخدمة وادي كبيرة حق العوائل أكيد أهلك أمك أختك خالتك بنت عمتك كل هالناس هذين لك رح يستفيدهم من الحساب اللي حاب أن يليمارات على سبيل المثال رح تعرفون السال فلما تشوفون الحساب بس على العموم مشكورين دائما على الدعم يزاكم الله خير واشتركوا فيديوهات رياية وتأكد إذا يزالك الفيديو أنك تشترك وتضغط على زر اللايك تدعم الفيديو بشكل مباشر للأمان هذا شيء يأثر بشكل وائد كبير حق خوار زميات مالت يوتيوب اللي أنا مؤخرا قاعد أكرهها بشكل وائد كبير بس على العموم أشوفكم فيديوهات رياية وما وصيكم حطوا يسألتكم تحت حق اسبوع رياية وانتوقع بس ومحن على طالق سور سلامتكم تعيشون أحمد بعركي فمالله الكريم